يعني شكل البلد كان عامل ازاي يعني قبل خلينا نقول قبل ساعات من الحرب يعني الحرب بدأت الساعة 2 ساعة 2 طهر يوم 6 أكتوبر طيب يعني قبلها بقى كان نقيل الوضع ايه شكل البلد قبلها يمكن ده اول حاجة بتوصلنا قبلها ده يوم 6 أكتوبر احنا طول الوقت بنجيب جراية 7 أكتوبر دي الأهرام دي الأهرام يوم 6 أكتوبر التوتر يشمل كل جبهات القتال ويشتد في جبهة قناة السويس توتر الفكرة دي بالمناسبة الخبر اللي زي ده كان موجود في الجرائد من 67 يعني ما كانش خبر يوحي ان في حرب يعني ده يعني انا باعتباري متابع الفترة دي كويس يوم بيوم 6 سنين 6 سنين الخبر ده تقريباً موجود توتر بشكل أو بآخر فما كانش يوحي ان تاني يوم يعني زي بقوله هيعمل له حوش طب معلش ارجع لي للصورة تانية لو سمحت يا وليد للصورة الأولانية لو ممكن دي صورة رئيس سادات متهالي مع حد دي كانت استعدادات اللي بين الجبهة المصرية والسورية وكان الرئيس سادات ساعتها ده الصورة اللي هو مجتمع مع متصر النمسا آه كرايسكي كرايسكي يجتمع بمبعوث سادات مرة أخرى مستشار النمسا وإسرائيل تتبع مش عارف ايه كده سلوب جديد جوبلز في الدعاية جوبلز في الدعاية اللي هو بتاع نازي بتاع هتلر طيب فكانت ده الشكل نفس الفكرة كانت عندنا الناس يمكن الليلة دي الليلة 6 أكتوبر اللي هو بقى يوم خمسة بالليل كانت الناس بتروح حاجة من الاتنين يا إما فيلم خلي بالك منزوزو اللي كان بيتعرض للإسبوع الاتنين وخمسين أو مسرحية نيام نيام بطولة فريشيا وتحكريوك المسرحية دي كانت مكسرة الدنيا في التوقيت ده وكان الناس بتدخل هم الجمعة بالليل تحديدا اللي هو اللي طبعا 6 أكتوبر استمرت قد إيه استمرت فترة طويلة بس ما عنديش بالزبط التويتات بتاعتها لكن هي استمرت فترة طويلة وأثرت عليها الحرب وفضلت أثناء الحرب بتتعرض لصالح المجهود الحربي لصالح المجهود الحربي ودي هنشوفها بعد شوية في صورة خليك لحظة بس ليه أنت مستعجل يا وليد حرام عليك ارجع لي تاني بص اللي لفت نظري في الإعلان ده رقم التليفون مكون خمس أرقام صحيح صحيح مصرح ميام الصيف مصرح ميام الصيف 52-102 بزبط ودي كانت طبعا ماهدي كل دي بالمناسبة بتدي للناس الحالة بتاعت الوقت ده يعني ده يمكن المختلف في فكرة نحنا أنا عارف أنه في فترة دي الناس كلها بتتكلم حرب أكتوبر بس كان الفرق هنا ان احنا بنوري الناس شكل الناس كانت عايشها ازاي مش بس ناس عالجابه احنا الوقت بكام عالجابه الداخلية ويمكن هنفندها كمان مع الوقت هنا طبعا صلاح جاهين فنان الكريكاتير الكبير العظيم مش بس ده الكريكاتير بتاع ستكتوبر اه يعني ده يوم ستة كتوبر ده يوم ستة كتوبر طبور الجمعية اه طبعا يعني الأجيال الجديدة ما تعرفش طبور الجمعية يعني ده كان ملاحم طبعا ده كان ملحمة تجيب في فرق الجمعية اصلا صحيح فواحد بيقوله التاني بيقوله أنا مش جايش شريح أي حاجة بس طبور الجمعية ده رياضة للناس للنفس للنفس على تحمل المصاعب وصواب كبير قوي عند ربنا فكرة انه طبور الجمعية هنا كانت دي جزء من اللي هي المعاناة اللي احنا هنشرح بقى مع الحرب كمان بقت ازاي لكن المعاناة هنا كانت رهيبة في طبور الجمعية فصلاح جاهين يمكن الابتسامة بتاعة يوم ستة كتوبر دي حاجة اظن على مدار يمكن احنا الوقت 48 سنة يعني انا تخضيت لما شفتها اللي هو حزك اليوم حزك اليوم لمين بقى؟ للرئيس السادات الرئيس السادات موليد 25-12 سنة 18 سنة 18 25-12 ده بقى في برج الجدي بصوا حضرتك كاتب ايه؟ خبر تسمعه يفرحك او بشرة او رسالة مطمئنة دي حزك اليوم حز الرئيس السادات يوم ستة اكتوبر ستة اكتوبر ابو نبي بس عايزة اشوف برج التور عشان انا برج التور تاني واحد فوق تبارك العناية خطواتك وتبدو منشرحا متفائل وانا اكيد انا ساعتها كنت متفائل فكانت الفكرة دي ان البشرة تيجي من حظك اليوم في اليوم ده كانت وطبعا هو اكيد ما كانش يعرف طبعا الفلك يساعتها ان ده يوم حرب اكتوبر لانه هنكتبها قبلها بيوم طيب فده كان شكل يوم ستة اكتوبر يوم ستة اكتوبر اشتركوا في القناة